ما أن أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تريثه في تقديم استقالته إفساحا في المجال أمام مزيد من التشاور حتى نعكست الخطوة تياحا في السوق المالية وارتفعت سندات لبنان بالدولار وصعد أصدار 2027 دولار وسبعة سنتات وهو أعلى مستوى له في أسبوعين فكيف يقرأ ذلك في لغة الاقتصاد؟ هذه خبرية تريح الأسواء لأنه إذا عاد عن الاستقالة أو إذا عجلت الاستقالة يعني معنات أنه في عندي عدد معين من القرارات الاقتصادية اللي رح تتخذ وبالتالي هذا مريح للأسواق هلأ اللي لازم نعرفه كمان أنه الأسواق المالية بتشتغل بشكل قيني يعني عند ردات فعل مباشرة على الأحديث ممكن هلأ طلعت بكرة يمكن بكرة أنه تنزل أنا باعتقادي يعني الأسواق شايفوا هالإعلان اليوم هو من ناحية أنه فيه أمل أنه تنفرج هالأزمة هاي نحن بنعرف أنه بحسب اتفاق الطائف القرار الاقتصادي موجود بقلب الحكومة المجتمع فإذا إذا كان ما في حكومة أو هالحكومة ما لنا قادرة تأخذ قرار اقتصادي بيعرفوا أنه فيه إشكالية بالنسبة للدفع يعني ممكن أنه تصال الدولي حتى لو معها مصاري تصال لمرحلة ما قادرة تأخذ القرار أنه تندفع الفوية أو الاستحاقات المالية تبعلتها وهذا بيعتبروا بالأسواق نوع من أنواع الإفليس وبالتالي التأثير السياسي بأسعار السندات أو بأسعار عقود التأمين هو تأثير مباشر مثل ما عم نشوفه مثل ما شفنا اليوم كيف التأثير بمجرد ما أعلن عن تأجيل أو التريث بالاستقالة تجاوبت الأسواق بشكل إيجابي جدا حين قدم الحرير استقالته من السعودية هبطت قيمة السندات اللبنانية وارتفعت بدلا منها عقود التأمين على السندات من المخاطر واليوم لأن الأسواق آنية فالمرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات الإنحلاق قناة الجديد